أهلا بك في صالة التمرين هيا الآن ستبدأين من النافذة شاهدتها سوف أتمرن مثلها أعاقني هذا الحذاء فلتختاري من هؤلاء سأخذ هذان الاثنان إنهما جيدان حذائي تملأه الثقوب أعرف الحل المطلوب أصلحه أخي الهمام ومرت عدة أعوام أتمرن بين الأشجار لا يمكنني الاستمرار لنفحص المكان بروية هناك شرخ في الأرضية سيكون الزي مشكلة لدي فكرة مذهلة انتهينا يا أختاه سأفسده بالمياه يا لهم حمقاء حسنا سأستخدم الغراء نضيف بعض الألوان وانتهينا الآن دخلت المسابقة بسرعة وأديت الحركات بروعة أنت الفائزة تستحقين الجائزة آه أخيراً انتهيت لقد عدنا للبيت يا لكم من مزعجون ماذا تفعلون هاي بدأنا العمل وكل شيء اكتمل سأقوم بالضرب لنبدأ الحرب علينا الانتقام آه أصابتني السهام كان هذا فضيع فليخرج الجميع بالحبال القوية أسقط المزهرية الألعاب مسلية آه أمي آدية مرحباً يا أصدقاء سأأخذ تلك الأشياء أخرج الآن وغادر المكان البرودة قاسية والأمطار وعاتية تبللنا بالماء وحاولنا الاختباء هاي هاي سأدعكم تدخلون وسوف تنظفون بالمكنسة الكهربية نظفوا الأرضية هاي فلنعمل معاً كما هذا ممتعاً فأروا الهمستر الصغير يلعب بلا تفكير قبل الخروج أطعمتهم أنا حقاً أحبهم بعد خطوتين للأمام أكلوا كل الطعام يريدون طعاماً جديد سأحضر لهم المزيد حياة الهمستر رائعة وجبة لذيذة منتعة راقبيهم يا أختي وأخبريني ماذا وجدتي سأشاهد في الحال هناك بعض الأطفال خمن ماذا رأيت وجدت صغاراً في البيت أنا شب سريعاً هيا اختبئوا جميعاً احذروا يا صغار وقع البيت وانهار لدي حل جميل سأعود بعد قليل أزلت الدمى كلها وأخذت البيت بعدها لقد عدت الآن مع هدية للفئران هيا يا أصحاب تمتعوا بالألعاب يشاهدون خبراً مهم والأخت الصغرى تستحم حفز فوق السرير وهناك طعام وفيد نجرب كل الأشياء صار الكل سعداء ما أحلى البيت المثلجات التي أحبها سوف أقوم بأخذها خلفه أسرعت وعدت وعلى الأرض وقعت أغلقت الباب علي لن تصل إلي آه، في الداخل احتجزت وعن الخروج عاجزت المفتاح بحوزتي لن تخرج في نوبتي وضعت المفتاح وجلست لأرتاح إنه ينام هاي، تعال يا غلام أرجوك ساعدني لأخرج من سجني فتحت الباب يمكنك الذهب آه للداخل دفعني لقد خدعني يالني من غباي هاي أنقذني أيها الشرطي ليس المفتاح موجود والباب مسدود صغيري خلف القطبان أخرجه الآن بقوة الهائلة سأحل المشكلة سأرمي البناء بعيدا في الهواء هربت من الأسد آه فلينقذني أحد جاء أبي ومعه لي التلفاز أبي أريد هذا الجهاز أرجوك ضعه في حجرتي حسنا سأفعل يا بنيتي أخذت التلفاز الجديد وفعلت ما أريد سأذهب وأعود بسرعة الآن سأقوم بخدعة خبأته بستائر بإتقان ووضعت صندوقا في المكان سأكمل خدعة الآن باستخدام بعض الألوان تبدو خدعة جيدة حان وقت المجاهدة أنقذوني من الزومبي الشرير بسهولة خدعتها وأعدت الأشياء لمكانها التلفاز مخيف لم أعد أريده حسنا أخوك سيستعيده لقد نجحت خطتي وصار التلفاز بحوزتي لقد خدعتني اترخ في الحال توقف الآن يا أطفال لدي خطة جيدة لكن أحتاج المساعدة إنهم زومبي صغار لدي ضوء لامع يبدو هذا رائع بعض الطرقات لنخرج الماسات أحتاج المساعدة لدي فكرة جيدة ببذور الطعام سأضرب الأقزام جعلتهم يتوقفون والآن يهربون بالعجلات يعودون وأغذوا الحلزون هؤلاء الصغار يلذون بالفرار هاي افتحوا يا أصحاب كيف أعبر الباب؟ وحش بقرون كبيرة؟ تبدو ليك شطيرة آه سأهرب الآن وأختبئ بأمان آه أنقذتني الصخرة ولدي فكرة صعام مرسوم سيدفعه للقدوم يا نجحت الخدعة وانطلق بسرعة صدم الحجر والباب انكسر استطعت الدخول آه غير معقول يستخدمون الجواهر لحفل سهر زال الخطر لنستمتع بالسهر هاي وصلنا أخيرا سنبرح كثيرا ما هذا في الأنام؟ ها يقدو ليك طعام نرشل ماء حولنا آه ماذا يحدث هنا؟ آه ماذا نفعل الآن؟ لقد انهار المكان لنقوم بتحريرها ونفك قيدها شكرا لكم سأعيد أشياءكم لقد ذهبت مسرعة لدي خطة رائعة بحرارة النار سنذيب الحفار بالمعادن السائلة صنعنا يرقة مذهلة لنضع الباب قبل الذهاب نتحرك بين الطبقات ها اسمع بعض الأصوات سأعترض الطريق ها لا لا فلتمر يا صديق لنبدأ الانطلاق للخروج من الأعلى أين استطعنا الوصول؟ ها إنه بيت الغول ها لا 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 تخفي يا صغير ليس هذا خطير انظري في الأمام ذهبت أمي لتنام ببطنها صباي بل فتاة يا ذكاي لدي أفكار لنقوم باختبار ها ها أحب الآلي إنه صباي الدنيا ما تريد إنها فتاة بالتأكيد همم ربما هما توأم أعرف كيف نعلم الأشعة المقطعية فكرة ذكية طعام كثير ليس طفلاً صغير خدعنا الطعام ظنناه غلام سأذهب الآن لأقوم بالميران خسرت الوزن لمالحوز سأتصرف في الحال وأقوم بالتصال سنجعلهما يفرحان بتلكما الهرتان فرحة بالهرة هايا لها من فكرة لا للحلويات إليك الخضروات وجبة البطيخ الرائع ما هذا؟ يبدو لامع الحجر الملون الشفاف سيساعدني في الاكتشاف أدور وأدور من جديد يبدو هذا غير مفيد هايا حفرت لأعلى للصعود الحجر لا يمكنه الصمود أيها الأسد الصديق ساعدني في التحقين لنكتشف الأمر الآن يرقة كثيرة الأنوان أرقد وجبة الصغيرة تأكله اليرقة الكثيرة نحتاج بسرعة لإنساكها قبل أن تنهي طعامها ربطناها في الحال إنها شرنقة من الحبال تعجبت في اندهاشة إنه جلح فراشة إنها لا تستطيع العبور سأساعدها بكل سرور حين وضعت الأنوان طارت بصورة فعالة لقد خرجنا أخيرا أحب المساعدة كثيرا